خالة ماري العاملة الاندروسية اللي عملت لأكثر من 30 عام عند عائلة من الحسف السعودية وطبعا أدخنت اللهجة الحساوية والعدات والتقاليد السعودية وصارت واحدة من الأسرة بنتهم ورياض أحد أفراد الأسرة يعتبر الخالة ماري شقيقة الكبرى أو إنه مربيته لربته منه عمر سنتين ولهم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يصور فيها اليوميات والمواقف العفوية اللي بتحصد الخالة ماري سافرت للزواج في اندونيسيا وسافر رياض معها حتى يزفها لأريسها ويرد الجميل كما يقول من جاوة ينضم إلينا رياض وخالة ماري صباح الخير وألف ألف مبروك ومنك هو منه المال ومنك العيال يا خالة ماري أمين يا أختي أنا مرة فرحانة إنك تزوجت خليني أبدأ معاك يا ماري ألف مبروك والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد هادي زفة من عندري من صباح العربية للساعي كعروصة أبس كان الزواج أنا مرة مبسوطة فيك خالة ماري يعني بعد ثلاثين سنة وانت ساكنة عند في الحسى واعتبرتهم أهلك واعتبروك بنتي قررت الزواج والسفر لإندونيسيا كيف جاء هذا القرار؟ يعني بعد مرة سنين فكرنا لازم أستقر حياتي يصير عندي آيلة وأقول أنا خلي روح أتزوج وأجيب زوجي بياي في السعودية أيوة يعني بس حتتزوجي وحترجع للسعودية تاني حترجع الحاسة طيب أنا برجع سعودي بعد سعودي طيج على راسي مهلي ديراتي بعثنا في أهلي وناسي أنا هذا اللي قلت وقلت معقولة ميري حتسيبنا وموسم الرياض والأكل الحساوي والطبخات اللي تعلمتيها وتسيبيني اليوم حتجيبي معاك العريس وألف مبروك هذا الزواج الجميل ونشوفك طبعا على خيرنا ما نترجع للسعودية رياض إيش هذه الفزعة؟ والله إنك ما فزعت فزعت لها فزعت أبو وفزعت أخو وقفت لها وكفة جامدة ليش حسيت بالمسؤولية أنه أنا لازم أكون مع ميري في يوم مهم زي دا؟ أخبرني أول حاجة على هذا اللقاء الجميل في قناة كل هذه الفضلية وكثير من الصعودية طبعا كثير من الناس يستغربون هذه المبادرة الإنسانية أو وفي المقام الأول هي مبادرة الإنسانية ثانيا يعني هذا الشيء ما فيه لا مننا ولا قادل هذا الخار ميري تمثل نوذج مميز للأخوة العمار المنزلية اللي موجودين في كل منزل صعودي وأيضا في جانب ثاني هذه اليد الكريمة شالتي وأنا بعوز سنتين وعاشت مع أمي وعاشت مع أمي فتغت شبابها في قوة شبابها نفس اليد هذه الآن تشيل أمي وترعاها بعد قضاء الله قدرها بإصابتها بشلل رباعي هي نفس اليد المباركة ترعى أمي فهذا شيء قور مستقرب باله فهي لها الشكر الأول الله يشفيها يا ربي وخليها لك وجميل هذا العرفان وهذا رد الجميل وأنك تكون معاها في هذا اليوم أنت تأخذ بالك منها تزفها للعريس وتوصل العريس وترجعهم معاك أكيد الحسن ولكن اللي لاحظتوا كمان في حفلة الزفاف صرقت الأضواء من ميري يا رياض متجمعين عليك وصرت أنت تجمع على رياض لا 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 أعلمك شغلة الزي السعودي صراحة عقامنا وأهلنا وفخرنا كلنا قدموا للزي السعودي والزي العربي شيء مشرب لذلك السرق الأضواء في زواج خالة ميري هو البشت السعودي والثوب السعودي والقطرة السعودية وليس رياض فعليا الزي السعودي هو اللي خطف الأضواء والله مبادرة جميلة منك إنك تجيب عاداتنا وتقاليدنا خصوصا العادات الحساوية الجميلة وإنك تشارك في هذا الاحتفال الجميل البسيط والله أهل اندونيسي طول عمرا نحبه وناس طيبين وخيرين ضروري أسألك يا خالة ميري بعد الهدايا اللي جاتك والشرهات اللي جاتك والذهب والفلوس إيش الرسالة اللي تحب توجهيها لأهلك في الحسا والله بقول لهم مش ذهب ولا فلوس يهمني قدر ما يهمني وجودهم أنا محتاج وجودهم قائنا أخوه والأصف أنا من أديك حق الحالة ميري أني راح أجي إذا وما جيب طلبت مني حاجة والله العظيم وأقول لهم أنا أصادق قرأت إلا تجي من السعودية إلا معت حاجة وش في الحاجة يخاف علم سعودي يا حبي علم سعودي طلبت مني عام سعودي سعودي راح تحت على منزلها هي بنت تنسب أشاء الله من تعافها وشقاها تقول في سنوات هذه بنت منزل وطلبت مني أني أجيب العالم السعودي حالة منزل علم سعودي لأن سعودي لي شلني وكبرني وما قسر سعودي وأهل سعودي يا حبيبة ميري أنت بنتنا ومننا وفينا خلينا نشارك مع الناس ونشوف لقطات من حفلة الزفاف للخيرة ميري من إندونيسيا وبحضور رياضة أكيد يلا نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أجوان جميلة بالفعلة يا رياض والله فيك الخير أنك توقف هذه الوقفة طبعا شاركوا معنا مين الوالدة؟ أم خلا ميري والعريس؟ هذه أم الخلا ميري والزوج والعريس العريس لسا ما يتكلم عربي خلا ميري سلام عليكم أبا كبار أبا كبار أبا كبار يعني أحنا كمان من صباح العربية نطلب أن نوصي عليك لازم هذه بنتنا ولازم تجير لحاسة وتروح موسم الرياض وتنبسط كمان هناك مين الهدية؟ أيضا الخلا ميري عدية هي تحق تدمت المتالي عربية والبرنوات يلا إيش الهدية؟ أمار يا أهل السعودية أمار يا همى حتى القمة بين لديار يا مملكة أهل الوفا فاخر العذار أزبط روس قبال والأخيار السيد سلمان أبو شعباه البار يمناه بن سلمان سجاد الأسرار ما يقول وافد في أمري الطار داركم يا إزبت هيل يا دار هالله هالله صح لسانك يا ميري والله أنت بنتر لازم ترجعي بس الحلو كمان يا ميري نحن نشوف لك كمان من فترة ما شاء الله تبارك الله وصار عندك مزرعة رز بس هل هو الرز نفس الرز الحساوي رياض هذا يصير يومين عندنا والله ما يكل رزنا مفتل هاتي أنا مفتل رياض هذا يأكل هذا توس يعني بريد والجبون والجاب ربيتك من أنت صغير فعارفة بالضبط إيش تاكل أنت يا رياض نتمنى لك التوفيق وشكرا لمامتك الله يخليها لك لساعدتك زي ما أنت قلت تشتري لك هذه المزرعة والبيت وما نستغنى عنك لازم كلهم يجوا السعودية كمان ونحتفي فيهم وتجي بزوجك كمان ويروح موسم الرياض وينبسط كمان ويتعلم العادات والتقاليد الجميلة رياض أنت فيك الخير صراحة ورد جميل ورد معروف جميل قبل يا أختي سعودي هو مهلي بيتك وممكن قائلتي وبيتي وحبايب كلهم يعني ما استغنى عنها بس واحدة لازم يزرح له يعني أزرح لي كم شهر تهر تهر صحيح وارجع مهلي والا صوت مصط بسط شوية في شهر العسل ولكن نشوفك بإذن الله عمقاري لا أعني سحر بسطل ولا سحر بسطل الله يوفقك خينا باري كما أكدأ أكدأ أن نكون من عائد الشهر نحتاجنا أنا أهمسي أهمسي أن زوجي بيكون وياي بيكون جمبي بس هذا اللي أعلم هذا مبادر من أقوة العقية وأبو يعليم العقية أمولاً أن أتكفلها وإن شاء الله بإستقبال زوج الخالة ميري وتجهيد المكان له في المنزل ومراح يكون خارج المنزل في المنزل يعني شكراً لكم شكراً لوجودكم أنت كمان الرياض لازم كمان خالة ميري هي لتزفك وتوقف معاك وتزوجك وتفرح لأولادك الرياض لا تزوج الهيل أنا ما أقول أكراف أنت تزوج الهيل أنت تزوجي خالة ميري أنت تختار العروسة هو طوى صغيرة خلي زوج بعدين المهم أن أنت تكوني معاه طول العمر يا رب يعني انبسطنا جداً بهذه المداخلة الجميلة من جاوة من إندونيسيا رياض والخالة ميري ألف مبروك مرة ثانية وسعيدين لوجودكم معنا وألف مبروك مرة ثانية من الصباح العربية